ما هي الرسالة التي توجهها للاعبي المنتخب في مباراة؟ والله أخوان اللاعبين أنا أشيدهم بأن يكونون بتركيز وهدوء وكل عوامل النجاح الجمهور يكون عامل نجاح لكم وليتم الجمهور كل العراق باشر وي اللاعب العراقي لتحقيق الثلاثة نقاط على الفريق يونك حمرة شنو إذا الدمع كابتن ايه والله مونت مشاعر جميلة لدموع أبو هيلة يعني هذا النجم الكبير كابتن نعيم أيضا يعني على عجالة كلمة من النجم الكبير نعيم صدام إلى إخوان اللاعبين المنتخبين أكيد نطلب من إخوان اللاعبين أنه دائما التركيز يكون موجود يعني دائما الروحية وظل جماهير متحفزة أتمنى تكون عندهم سيطرة وكنترول على المباراة والالتزام بتعليمات الكادر التدريبية حتى ممكن نخطف النقاط الثلاثة اللي نحن نأمل إن شاء الله نواصل مسيرتنا لنهاية الكأس العام إن شاء الله طبعا